اشتركوا في القناة وبما يجسد دور القائد في الأمة وأثر الأمة في تكوين القائد الأول من مايو هو مناسبة هذا الحديث من سلسلة أحاديث الوعي الوطني التي أردتها بمثابة مصارحات ذاتية في تجربة الوطنية الشخصية في تفاعلها على امتداد العمر والخبرة مع قضايان العامة وأعتقد بأمانة أنه ما كان ممكن أن نتوافق على هذا المشروع بأفاقه الرحبة القائمة على فلسفة التجديد للحياة الديمقراطية والسياسية ثم ننطلق لولا وجود مجتمع مدني متقدم في البحرين وذلك في ضوء ما يتضح أمام الجميع بأن الديمقراطية لا يمكن أن تترسخ برغبة ذاتية من حاكم أو محكوم ولا بد لها من أساس اجتماعي صلب هو المجتمع المدني الناضج والواعي بمؤسساته وخبراته وأنشطته في مختلف جوانب الحياة وهي مكونات المجتمع المدني البحريني الذي أستطيع أن أفاخر به أمام العالم كله لأنه شاهد النهضة في البحرين منذ بدء المسيرة ولعمال البحرين موقع رئيس في تكوين مجتمعنا المدني ولهم في نفسي تقدير يستند إلى ما يبذلونه من جهد في مسيرة التنمية لذلك ارتأيت أن يكون الأول من مايو عطلة رسمية في البحرين تقديرا لعمالها فهم طلائع التحديث الصناعي في تاريخنا وهم يواصلون مسيرة تنمية المجتمع المدني في بلادهم وأريد أن أخصص في حديثي هذا عن نشأته ودوره وأن ألقي الضوء على تاريخه العريق في هذه الجزر ذلك التاريخ الذي أسس للتعايش والتسامح والانفتاح في مملكتها منذ أقدم العصور ولم يأتي وليد هذه اللحظة العابرة بحكم النشأة العسكرية بقيت معي هواية الطيران إلى اليوم وعندما أنظر من الجو إلى أرض البحرين أراها صغيرة المساحة والامتداد أفقيا لكني أشعر كم هي كبيرة عموديا في العمق وهي تحمل طبقات الحضارة عصرا بعد آخر فمن هذا التعايش المبدع تنامى هذا المجتمع العريق وتروي لنا هذه الطبقات التاريخية من كتاب الحضارة أن البحرين في مطالع عصرها العربي شهدت حرية اعتقاد لا مثيل لها ولأن تاريخ البحرين الحضاري استمرار وليس قطيعة فإن هذه التعددية الفكرية انعكست عبر عصور الإسلام تعايشا وتفاعلا ولم تتوقف هذه الجزر على صغرها عن الإشعاع والعطاء الفكري والروحي للمنطقة المحيطة بها لم يكن الشيخ عيسى بن علي حاكما عاديا جاء بطريقة تقليدية في توارث الحكم فعندما جاء عيسى بن علي إلى البحرين كانت في استقباله بيعة من رجالات البحرين مثلت توافقا بينهم على توليه الحكم كانت هذه البيعة هي البيعة الأولى ولقد كان الشيخ عيسى بن علي وفيا لمبادئ هذه البيعة الوطنية الحرة التي استهل بها عهده الذي وفر للبحرين استقرارا وأمنا لعقود أتاحت لمجتمعها المدني أن يتنامى تدريجيا مع انطلاقة النهضة العربية الحديثة في عواصمها الكبيرة ومن تلك التجربة وفي وقت اشتدت المؤثرات الخارجية على معظم البلاد العربية اتضح أمام ابنه ووريثه الشيخ حمد بن عيسى الخليفة أنه حفاظا على كيان البحرين وحفظا لمصالح شعبها وتقدمه أن يتجه بها إلى طريق التحديث الذي جعل البحرين في ثلاثينيات القرن العشرين منارة حقيقية للتطور ومنذ تلك الفترة المبكرة استقر التقليد على تكليف ولي العهد القيام بالمسؤوليات العامة والتعرف إلى المواطنين في وطن لمجتمعه المدني معاييره الدقيقة في التقييم والمساءلة وما كلفنا به ولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من متابعة للقضايا العامة عن طريق التحاور مع الأوساط الوطنية هو استمرار لنهج الحكم مع الأخذ في الاعتبار التطور السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية في سياق المشروع الإصلاحي ويمكن اعتبار عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ثم عهد الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من أخصب الفترات لنمو الطبقة المواكبة للنهضة التعليمية والتجارية المصاحبة لاستثمار الموارد النفطية في خطط التنمية الشاملة بعض التطورات قرأت عنها أو سمعتها ممن عاصروها وتحققت منها ومن أبرزها البيعة الثانية في تاريخ الدولة الحديثة في هذا المنعطف لا يمكن للتاريخ أن ينسى موقف شعب البحرين الذي هبك رجل واحد لتأكيد تمسكه باستقلاله وعروبته وشرعية الحكم الوطني الذي كان رمزه في تلك اللحظة التاريخية الوالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه أما البيعة الثالثة التي شهدها جيلنا المعاصر فتمثلت قانونيا في الاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني حيث أثبت هذا المجتمع عبر تاريخه امتلاكه للقدرة على التطور المستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر